لنبزيد حول هذا الموضوع تنضم إلي مباشرة من بيروت جيسيكا عبيد مستشارة طاقة أهلا وسهلا بك معنا جيسيكا المشكلة بلبنان معروف أنها كانت مشكلة سياسية مشكلة فساد بكل أنحاء الدولة وبما فيها ملف الكهرباء بس نحن نود أن نبتعد اليوم عن كلام السياسة وموضوع الفساد اللي صار معروف خلنا نحكي تقنيا ما هي مشاكل الكهرباء بلبنان اليوم بشكل مختصر بس بدي أذكر أول شي أنه عندنا أكيد هيدا العجزة اللي ذكرتها اللي بآخر عشر سنين كان مليار فاصل ستة دولار بالسنة وهيدا العجز بيبلش أول شي من دعم الكهرباء أكيد دولة اللبنانية بتدعم الكهرباء وبتدعم المستهلك لما بيستهلك كل كيلوات ساعة عم بيدفع بمعدل تسعة فاصل خمس دولار سنت ولكن كلفة الإنتاج على الدولة فوق تتخطى ستة عشر سنت دولار سنت هل تعرف يعني هالإنتاج اللي كتير عالي هو بسبب منستهلك اللبناني بيستعمل هافي فيول أويل والديزل أويل الديزل أويل والفيول السقيل واللي هن من أغلى الفيول وأكتر الملوسين أكيد كمان المعامل الحرارية كتير قديمة ومحترقة وكمان عنا بدنا نزيد ما فينا نقول بس أنه كل الحق على الدعم كمان في عنا هدر فني وغير فني بيتجاوز الستة وثلاثين بالمئة واللي هن قيمتهم كمان كتير عالي فمن هؤدي المشاكل صار عنا أكيد نتجوا من هؤدي كلهم من أنهم مش قادرين نقمن 24 ساعة تغذية كهرباء لنقدر نشيل الدعم كمان ما صار فيه إصلاحات على شبكة الكهرباء لا يصير فيه تخفيف بالهدر الفني إلى لآخر مرحلة وبالهدر الغير فني كمان في عدم جباية مش بس تعدى على الشبكة مثل ما كتير منسمع فيها تعدى على الشبكة في عدم جباية وفي عدم فوترة كمان ذكر البيان الوزاري للحكومة الجديدة أنه لا وقت للقيام بخطة كهرباء جديدة بالتالي اعتمد الخطة التي كانت أقرت بالعام 2019 بعرف من تغريداتك جيسيكا أنه عندك اعتراض على هذه الخطة فاسرين لنا وجهة نظرك لماذا؟ مش قصة اعتراض بالمبدأ هو أصلا خطة تنتج عن الحكومة اللبنانية خصوصة بالوضع المالي الدقيق والوضع الاقتصادي الذي صار له على قليل سنة ونص كل العالم تحكي فيه أنه يكون فيه جدوة مالية التي ليست موجودة بالخطة وبس هي الخطة بترتكز على إنشاء تقريبا يعني الفوكس طبعا هي على إنشاء معامل مؤقتة ومعامل دائمة وإشراكهم بحل واحد يعني بموديل يلي هو PPP شراكة بين الكتاع الخاص والكتاع العام وبالتالي منجيب شركة هي رح تقوم بالتنفيذ بإنشاء هالمعامل بالصيانة لا على فترة العائدة اللي هي بالعادة بتتروح بين 20 و 25 سنة ولا طوال هالفترة الدولة اللبنانية بتشتري كهرباء من هالشركة واحدة من أهم المشاكل أنه الدولة ما عندها رح يكون العقود أكيد بالدولار ولكن الجباية هي بالليرة فنحطت هيد الخطة على أساس أنه نحن بحاجة خصوص المعامل المؤقتة أنه نحن بحاجة لنزيد التغذية على السريع المواطن اللبناني فيه يقول أنه أنا بحاجة لحال سريع ولكن الحكومة اللبنانية عليها أنه تبرز الجدوى المالية من هيدا الشيء والأثر الاقتصادي خصوصه أنه رح يضل في دعم لأنه مثل ما سبق وذكرت رح يكون العقد بالدولار ولكن الجباية بالليرة يعني حتى بس تتعلى التعريفة رح يضل فيها عجز كمانا رح يكون فيه مشاكل أنه كيف بالعادة هيدا المشغل الشركي اللي رح تتعهد هيك مشروع ما بتبلش بناء ولا معمل حتى يصير فيه نوصل لمرحلة الفينانشل كلوز يعني اللي بيتأمن كل التمويل بهيك مشاريع بيكون جزء من التمويل هو أكوتي يعني الشركة بتحط اسمه من التمويل والجزء الثاني بيكون دين بتجيبه من مؤسسات مالية وهيدا الدين أكيد حسب وضع البلد رح يكون بتعرض للريسك بريميوم يلي فيه مخاطر كتير عالية باللبنان وكلفة الدين العالي وكمانا نقدر نوصل لهيدا الفينانشل كلوز ونأمن التأمين حاليا شيء كتير صعب ونجيب استثمارات على لبنان وبالتالي هيدا الخطة بهيك نعم هذه الخطة واضح أنه فيها مشاكل أساسية يعني بكفي موضوع أنه بدنا ندفع بالدولار للمشغل الأجنبي والدولار يعني في شح كبير اليوم بلبنان برأيك ما يجب أن تكون أولويات الحكومة يعني اليوم واضح أن الحكومة يجب أن تعدل بهذه الخطة لا يمكن المضيق ضما فيها كما هي عليها ما التعديل الذي يجب أن يحصل أو ما يجب أن تكون أولويات الحكومة اليوم برأيك فينا نقول أنه نحن وصلنا لهون لأنه ما فيه توافق على قليلة على تنفيذ الخطة أول شيء لازم يصور هو اللامركزية بكتاع الكهرباء أكيد يعني لازم يتشجع المبادرات كان لازم يتشجع من قبل يلي بيقدر حسب في بلديات يمكن عندها إمكانيات من خلال المستثمرين من خلال الدياسبورة يقدر تنشق خصوصا كان معامل على الطق الشمسية لازم هيدا الشيء تشجع لازم حيلا نقدر نحن أول شيء يكون الهدف تبعنا نخفف الضغط على شبكة الكهرباء وهيدا الشيء اللي ما صار هلأ الدولة الميزانية الكهرباء هي بس مليار دولار ولكن نحن نحن يعني على قليلة رح نكون بحاجة لخمسمائة مليون دولار زيادة بس لتأمين الفيول فكيف الدولة بتقرر تتصرف بشو معقولة يصلى من جرانت من منح هو شيء كتير أساسي يعني إذا بدأت تقرر الدولة اللبنانية تصرف على الطاقة مؤقتة إنتاج مؤقت كمان لازم يصير في البحث هل ياتورا نحن فينا نستخدم المولدات اللي موجودة عنا فيه كمان بلديات عندها هي شبكات المولدات عندها مولدات لقلة هل فينا نشركها على الشبكة لازم يصير أهم شيء تحسين الشبكة وتحسين الجباية على السريع وبهيدا الشيء نحن بحاجة لثقة المواطن لازم كل شيء يكون فيه جدوة مالية وحتى إذا بنا نعمل حال مؤقت ونجيبه من برا بهذا الوضع الحالي يعني مثل لبنان عم بيجيب دولار ويرجع يحرقهم لأنه مش بقيين لقلو لازم تبرز الجدوة المالية من هيك قرار اللي نختم جاسيكا كمانا مش موجود تفضلي تفضلي بشكل سريع اللي مش موجود بالخطة هو شو بيصير بالمولدات اللي هو تقريبا اندستري بمليارين الدولار مش موجود كمانا بالخطة هل نحن منقدر نشركون بها الخطة يمكن لو حتى حل مؤقت بأول فترة نقدر نشرك مولدات بمكان واحد ليكون حل مؤقت لأنه نحن كمانا ما هيلي بدأيقوله جاسيكا نحكي عن حل مؤقت عبر استقدام شركة أجنبية بالوقت اللي الحل المؤقت موجود وموجود حاليا بكثرة بكل المناطق اللبنانية في مولدات عم بتأمن الكهرباء 24 ساعة وبكلفة عالية والناس عم تدفع مستعدة أن تدفع هذه الكلفة الأعلى اليوم سمعنا من ممثل البنك الدولي بتصريحات للعربية أنه مستعد البنك الدولي يحول نصف المليار دولار اللي كانت بذمة الحكومة اللبنانية لدعم مشروع الكهرباء بس بدك مشروع فيزبل على الطاولة فاليوم برأيك إلى أي مدى ممكن تأمين المساعدات الدولية إذا كان في خطة جدية على الطاولة وما الذي قد تحتاج المؤسسات الدولية لحتى تجي تشارك بحل دائم وليس مؤقت للكهرباء في لبنان بده يبين أنه في مبادرة جدية ومتل ما ذكرت قبل يعني حتى بالإصلاحات الحوكمة هو شيء كتير مهم لما بنا نجيب حالة استثمار أو حالة حدا من برع حتى يقل من منح بده يكون فيه كمانا إطار تشريعي اللي هو مش موجود بلبنان من بيعط التراخيص نحنا صرنا مرئين تقريباً لبنان شيء ثلاث قوانين بتسمح بس للمجلس الوزراء كل مرة تجديد لقاله ليعط التراخيص لازم يكون فيه إطار تشريعي كمانا إطار للشراء كيف رح يصير بس كمانا نعطي سئة لازم نعطي سئة أول شيء للمواطن قبل كمانا الدول المانحة وكمانا إطار الحوكمة مثل ما ذكرت إذا بدنا نعمل الهيئة النازمة لازم يكون هيئة نازمة مستقلة تحسين القطاع ما بيصير بس إذا كان عندنا هيئة نازمة ولكن بصلاحيات الهيئة النازمة والهيئة النازمة لازم يكون دورة تقدر تتخطى العراقي للسياسية وبالتالي لازم يكون الدور الأهم هو عند تلعبه الهيئة النازمة ومش الفريق السياسي بغض النظر مين بيكون الفريق السياسي ويكون عندها استقلالية مالية استقلالية بالقرار وكمانا استقلالية بالقرار جاسيكا أود أن أختم بموضوع معين دايما فيه كلام أنه النزوح السوري لا شك بأنه عمل حمل إضافة على الطلب على الكهرباء خلنا نقول على لبنان هل نعرف حجمه حجم الطلب الإضافة على الكهرباء اللي حصل من جراء النزوح السوري إلى لبنان في دراسة عملت بالسابق بين البرنامج الأمم المتحدة الإنمائية ووزارة الطاقة وتخيل 2016 أو 2017 اللي قدر هذا الحمل بـ 480 ميجاوات ولكن كمانا لازم أذكر أنه كمانا فيه كتير منح أجت من دول مانحة لا تحسين لا تحسين بالقطاع الكهرباء وبالمحلات خصوصي اللي فيها كسافة نزوح كان عم بيصير فيه سبستيشنز اللي هو تقوي لشبكة الكهرباء وكمانا فيه كتير قصص إذت منح لطاقة بديلة يعني ما فينا بس نذكر قد كان الحمل وما نشوف كمانا كيف كان أفضل كان يكون توزيع هالمنح اللي أجت كمانا بسبب النزوح السوري شكرا جزيلا لك يا جوسيكا عبد المستشارع في قطاع الطاقة أهلا وسهلا بك شكرا لك